الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية التركية ويؤكد أن الوضع بالشرق الأوسط يستوجب أعلى ضررات ضبط النفس وإعلاء صوت الحكمة الرئيس السيسي يكتمع مع وزير الخارجية لاستعراض تقرير التنفيذي الثاني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويوجه بمواصلة تمتيد برامج رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات مصدر رفيع المستوى يؤكد أن ما يتردد حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وغزة هو هروب إسرائيلي من الإخفاق في القطاع الثالثة مساء بتوقيف القاهرة الثانية عشر بتوقيت ديرتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق لها بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي وسفير تركيا بالقاهرة ركز اللقاء على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة حيث أكد الرئيس السيسي أن الشرق الأوسط يمر بمنعاطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة كما شدد الرئيس السيسي على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة موضحا أن تطورات الإقليمية لا يجب أن تضغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ثوافق الأرائي بشأن خطورة المشهد الإقليمي وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبدلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التميز جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لاستعراض التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات عقد رئيس المجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير المالية أحمق كوجق لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء واستعرض وزير المالية خلال اللقاء آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر في إطار اتباع الحكومة المصرية سياسات محفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري كما شهد الاجتماع استعراض نتائج زيارة وزير المالية إلى العاصمة البريطانية لندن والمصار الإيجابي للقائه المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن كما عرض كوجق عددا من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي إلى جانب دور الوزارة الجوهرية في استكمال برنامج الطرحات الحكومية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق ACI للشحنات تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024 هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم واستفاد بها غيرهم مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات راضعة ضد المتربحين من هذه السيارات تتواصل لليوم الثاني أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة التي تعقد بالقاهرة تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا وذلك بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية تتضمن النسخة الخامسة من المؤتمر أربع جلسات حيث تتناول الأولى فرص وأفاق الاستثمار في مصر ومن المقرر أن تتناول الجلسة الثانية التعليم والتدريب وتأهيل الشباب أما الجلسة الثالثة من المؤتمر فسوف تنعقد تحت عنوان الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بينما تنعقد الجلسة الرابعة بالمؤتمر تحت عنوان تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفى مصدر رفيع المستوى ما يتم تدوله في وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة مؤكدا أن ذلك ما هو إلا هروب إسرائيلي من الإخفاق في القطاع أضاف المصدر أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في قطاع غزة يدفعها لبث دعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع مشيرا إلى أن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة الغربية المحتلة لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة المزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين شدد المصدر على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث دعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشيخ ردوان شمال مدينة غزة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطع غزة ومن جانبها أفادت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى تسعة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وعشرين منذ السابع من أكتوبر فضلا عن سقوط واحد وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعة وستين مصابة في إطار الجهود التي تفذلها الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية والدوائية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حيث وصل عدد الشاحنات إلى ثمانين شاحنة في السياق ذاته لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إجراءات تعصفية لمنع وصول المساعدات من خلال سياسة التباطئ والرفض لعبور عدد من الشاحنات التي تحمل خياما ومعلبات وألبان أطفال دعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنة المصرية المتجهة إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الحصيلة كالآتي ثمانون ثمانية عشر ثمانية أربعة ثمانون هو عدد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والإنسانية والتي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح ثمانية عشر هو عدد الشاحنات التي قام بتفريق حمولتها بالفعل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري ثمانية هو عدد الشاحنات التي لم تسمح لها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق حمولتها ورفضتها تماما وعدد مرة أخرى بكامل هذه الحمولة إلى الأراضي المصرية أربعة هو عدد الشاحنات التي قام بتفريق حمولتها ولكن من الشاحنات التي تحمل محروقات وبدقة أكثر هي شاحنات تحمل غازة إذن نحن أمام تناقص عن عدد الشاحنات التي دخلت بالأمس كنا نتحدث بالأمس عن عبور مئة وستة شاحنات من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية اليوم نتحدث عن ثمانين شاحنة فقط كل هذا يعود إلى الإجراءات التعسفية الكبيرة التي يمارسها الجانب الإسرائيلي والتي تحول دون دخول هذه المساعدات إلى الإشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من نقص شديد وشح كبير من المواد الغذائية والبترولية وهذه المواد التي تسمح لعمل المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تحذيرا حثت فيه المواطنين الموجودين في لبنان على المغادرة في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من جهتها حثت وزارة الخارجية التركية الرعاية الأتراك في لبنان على مغادرة البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم وذلك في ظل احتمال تدهور الوضع الأمني هناك وبسرعة وبذلك تلحق اليابان وتركيا بعدد من الدول حثت رعاياها على مغادرة لبنان من أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 شمال إسرائيل أوضح حزب الله في بيان أن الهجوم استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتل وجرح ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن الواء كثير أحد ألوية الجيش أنهى تدريبات عسكرية على الجبهة الشمالية استعدادا لسيناريو الحرب المحتمل وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن التدريبات حاكت سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاورة جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال في مناطق مختلفة ونقل الجرحة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أنها تعتقد أن معقبة إسرائيل أمر ضروري وذلك لمنع المزيد من عدم الاستقرار ومن جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إسرائيل اختالت رجلا كان يطالب بحقوق شعبه لافتا إلى أن دولة الاحتلال ستلقى ردا قاصما على اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران بدورها قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن تل أبيب تدرس تنفيذ ضربة استباقية وقائية ضد تهران إذا حصلت على أدلة قاطعة تفيد بأن الأخيرة تخطط لشن هجوم عليها وأضافت وسائل الإعلام أن إيران سترد بكل تأكيد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة صاروخية على مقر إقامته في تهران دعت مجموعة السبع إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأضافت المجموعة في بيان أن الأحداث الأخيرة تهدد بإثكاء نيران صراع أوسع نطاقا في المنطقة داعية جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالي وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد هذا وتوقع موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تهاجم إيران إسرائيل اليوم ونقل الموقع عن المصادر الأمريكية والإسرائيلية أنها ليست لديها معلومات عما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوما منصقا أو سيعملان بشكل منفصل من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط جهود دولية وإقليمية متواصلة لمنع التصعيد العسكري بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بعد التطورات التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون يواصلون اتصالاتهم الدبلوماسية سعيا لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة وسط تزايد المخاوف من الرد الإيراني المرتقب واتساع ركعة الصراع البيت الأبيض من جهته قال إن الرئيس جو بايدن سيكتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات لمناقشة تطورات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نصبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية أخرى قرب بيروت وفي إطار الجهود الدولية التي تبذل لنزع فتيل انفجار إقليمي محتمل دع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني إلى تجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط ومع تصاعد التوترات في المنطقة من جراء الهجوم الإيراني المحتمل حشدت الولايات المتحدة العديدة من بواريجها العسكرية في المنطقة بالإضافة إلى إعادة تموضع التشكيلات الأمريكية تحسبا لأي هجوم قد يؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة اندلعت أعمال وشغب واقتحام لمتاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا وقالت الشرطة في بيان إن تواقمها اشتبكت مع مجموعة من المتظاهرين حاولوا التعدي على فنادق تؤذي لاجئين في مدينتي روثرهام وبرمنجهام ومن جانبه قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن كل الأشخاص الذين شارقوا في أعمال الشغب سيواجهون القوة الكاملة للقانون أسوأ أعمال شغب تشهدها بريطانيا منذ 13 عاما تكسير واقتحام متاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا المتظاهرون الملثمون المناهدون للمهاجرين حطموا نوافذ في فندق يستخدم لإيواء طالب اللجوء في مدينة روثرهام وامتدت الاترابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن عملية طعن جماعي شهدتها الاثنين الماضي بلدة ساوثبورت الواقع في شمال غرب انجلترا إلى بلدات ومدن عدة حيث اشتبك متظاهرون مناهدون للهجرة مع الشرطة تمثل هذه الاترابات أكبر تحدي لواجهه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد شهر فقط على توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز صاحق على حزب المحافظين حيث حذر محتج اليمين المتطرف من أنهم سيندمون على ضلوعهم في أعمال الشغب وفي مدينة ميدوزابرا في شمال شرق انجلترا دارت مواجهات بين مئات المحتجين وشرطة مكافحة الشغب وقد رشق بعضهم العناصر بحجارة ووفق الشرطة المحلية فقد تم توقيف أكثر من 150 شخصا حتى الآن في العديد من المدن الإنجليزية بينها ليفربول ومنشستر وبرستول وبلاكبول وهال إضافة إلى بيلفاست في أيرلندا الشمالية وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ في انجلترا منذ صيف عام 2011 عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل بيد الشرطة في شمال لندن رفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي لديها إلى محتمل من ممكن مشيرة إلى زيادة في الآراء المتطرفة في البلاد مما أدى إلى زيادة احتمالات التخطيط لهجوم في الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة تزيد على 50% وقال رئيس الوزراء أنتوني البنيزي قال إنه رفع مستوى التهديد في البلاد بناء على نصيحة من الأجهزة الأمنية لكنه أضاف أنه لا يوجد تهديد وشيك بشني هجوم وشهدت أستراليا عدة هجمات عنيفة في الأشهر القليلة الماضية وتم تصنيف بعضها على أنها ذات دوافع متطرفة ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يونج نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين وذلك ردا على الدعاية الصوتية لكوريا الجنوبية ضد النظام الكوري الشمالي وأوضحت الوكالة أن مراسم نقل قواذف صواريخ تمت في العاصمة بيونج يونج تحت إشراف مباشر من الزعيم كيم جونج أون مع استمرار تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية أعلنت كوريا الشمالية نقل صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين بعد استئناف سول دعايتها المناهضة لكيم كونج أون عبر مكبرات الصوت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت أن مراسم نقل 250 قاذفة صواريخ تيكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود أقيمت في العاصمة بيونج يونج تحت إشراف الزعيم كيم كونج أون الذي أكد بدوره على المضي قدما في تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده وتمر العلاقات بين الشمال والجنوب حاليا بواحدة من أكثر الفترات توطرا منذ سنوات حيث لا تزاد الكوريتان تقنيا في حالة حرب لأن النزاع الذي قام بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام حملة الدعاية الصوتية ضد النظام الكوري الشمالي أثارت غضب بيونج يانج التي سبق أن هددت بسهداف مكبرات الصوت الكوري الجنوبية بمدفعيتها أعلن قائد الجيش في بنجلادش وقر الزمان عزمه بتشكيل حكومة انتقالية بعدما قدمت رئيسة الوزراء الشيخة حسين استقالتها وغادرت البلاد إلى الهند تحت ضغط احتجاجات عارمة وأكد قائد الجيش عدم الحاجة لفرض حظر تجول أو تدابير طارئة يأتي ذلك غدا تشتباكات أصفرت عن مقتل حوالي 300 شخص في احتجاجات على النظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية في المدينة قدمت فرقة الأنفوشي للإقاعات الشرقية فكرات موسيقية إقاعية على المصرح الروماني بالمدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة شهد الحفل مجموعة من العروض الغنائية الفردية التي انتزجت مع آلة الطابلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية فقرات موسيقية إقاعية تفاعل معها جمهور المصرح الروماني بعرض فرقة الأنفوشي للإقاعات الشرقية حفل استضافته المدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية نهاردة الموضوع مختلف تماما احنا ببساطنا جدا اللي كان فيه جمهور حلو وهو شجعنا اللي احنا نخليه يغني معنا يعني بسيطه وكان متجاوب يعني وذي كرحية جميلة جدا يعني في المهرجان النهاردة احنا شاركنا في مهرجان العالمين دي تاني مرة وشاركنا في مهرجان العالمين كان يوم 15 ودي تاني مرة وكان كويس جدا والناس كانت متفاعلة معنا وكنا منزقف وكنا منغني مع بعض ودي من أحلى المهرجان التي تعملت وإحنا شاركنا فيها وشهد الحفل مجموعة من السلوهات الغنائية الفردية امتزجت مع آلة الطبلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية التي لاقت ترحيبا وتصفيقا ملأ أرجاء المسرح الحفلة بصراكة روعة وكل الناس كانت مستمتعين ومبسطين وكلنا حاجة كانت فوق روعة وجد بأمان الأجوال وطيفة جدا والحفلة الحمدولي كانت حلوة جدا النهاردة وكانوا أبضع وكان حلوة جدا النهاردة والمغنين أول مرة جاء الجماعة بتاعتنا للمسرح هنا المسرحة الدفعة في طحفة والفكر والفكراء التي عادتهم حلوة والميوسيق ليست اللي أجدنا من الصراحة كانت تضحفة جدا كانت ميكس بين الأجهات القديمة والجديدة واللايف اللي كانت عامليه هنا كان حوار الصراحة كانت جمدة جدا أنا أول مرة يجيب بس بجد من بارد من مكان جدا يعني مكان حلو جدا وأكتر حاجة جابتني وقت ما كنا موجودين هنا من الأول الحفلة الصراحية كانت كويسة جدا يعني حاجة عظيمة جدا أن مصر تعمل حاجة زي كده هي دلوقتي يعني بتنفس الدول الأوروبية من حيث المناظر التبعية والإداءات والحاجات الجميلة اللي فيها دي وإحنا جايين فريق من جامعة اسكندرية فإحنا كلنا مبسوطين بالأجواء دي ونتمنى أنها تتكرر تاني مش هنضيع الفرصة دي ويأتي حفل فرقة الأنفوشي في إطار حرص مهرجان العالمين الجديدة على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تلبي أذواقا مختلفة من شرائح الجمهور كاريم بيبرس التلفزيون المصري كانت هذه هي الأجواء في المساء بمدينة العالمين الجديدة أما عن الأجواء والاحتفالات الآن والمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بك محمود وبالأمس كانت فرقة الأنفوشي توحي حفلا لها في المسرح الروماني بالمدينة التراثية اتجاه مهم ومختلف فيما يتعلق بالفرق المختلفة المتنوعة وتلبية الأذواق المختلفة في مهرجان العالمين ماذا عن اليوم والفرق المشاركة اليوم؟ أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة الأجواء الاحتفالية المسائية والصباحية هنا في مدينة العالمين الجديدة لا تتوقف الفعاليات ولا تتوقف الاستمتاع بكل الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة سواء مساءً بالحفلات الفنية التي تكون موجودة في المنطقة الشاطئية أو في المسرح الروماني في المدينة التراثية والتي تستكمل اليوم بأحد العروض الموسيقية المهمة في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني وحتى في الأجواء الصباحية الاستمتاع ببحر مدينة العالمين الجديدة الجميل والمميز وأيضا الاستمتاع بالشواطئ المجانية التي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء الشاطئ المجاني للمواطنين وللزائرين أو حتى شاطئ الطلبة وذوي الهمم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيضا الجوالات التي لا تتوقف والتي تأتي نتاج وثمار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات المختلفة فكنا نتابع بالأمس زيارة هامة لوزيرة التضامن الاجتماعي دكتور مايا مورسي والأستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأكيد على أن مهرجان العالمين الجديدة يعد استثمار في القوى النعمة وأن الشركة المتحدة هي أحد ركائز صناعة القوى النعمة في مصر وأن نجاحها يعد نجاح للتجربة الإعلامية والفنية لمصر في المنطقة الفعاليات مستمرة أيضا فيما يتعلق برحلة اليوم الواحد لوزارة الشباب والرياضة التي بها عدد كبير من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات ومراكز الشباب يستمتعون بكل الأنشطة المختلفة الموجودة وربما هذا الأسبوع وهو الأسبوع الخامس سيشهد انطلاق قوية جدا بحفل الفنان الكبير بالطبع عمر دياب وأيضا بعض العروض الخاصة بسباق السيارات بالإضافة إلى عودة المصرحيات مرة أخرى وهي مصرحية السندبات للفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم ومصطفى خاطر ستكون موجودة على مدار ثلاثة أيام في هذا الأسبوع بعد بالطبع انتهاء عرض مصرحية الشهرة للفنان كاليد جلال والاستعداد الذي يتم أيضا لانطلاق مهرجان نبتة في الخامس عشر من أغسطس الجاري بالإضافة إلى معرض الأسرة المصرية الذي يتم تجهيز له في هذه الأوقات تحديدا لانطلاقه وافتتاحه يوم الأربعاء القادم والذي سيشمل بعض العروض التراثية بعض المعارض التراثية الثقافية المختلفة والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمجلس القومي للمرأة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هناك تكاتف وتعاون بين مؤسسات الدولة كافة لإخراج مهرجان العالمين الجديدة بالصورة التي طليق بالوجهة السياحية المهمة لمدينة العالمين الجديدة والزائرين نلاحظ أيضا على مدار الأيام وعلى مدار الساعات خاصة في ساعات الليل هو الإقبال المتزايد من الزائرين على المناطق المختلفة التي يوجد بها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وخاصة منطقة الشاطئ أو المنطقة الشاطئية وربما اليوم بالتأكيد سنتابع استمرار الخدمة المجانية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بشاشة العرض لعرض مباريات مصر في الأولمبيات أو عرض الأولمبيات بشكل عام في المنطقة الشاطئية وربما اليوم سنتابع مباراة مصر أمام فرنسا فبالتأكيد سيكون هناك تشجيع جماهيري كبير جدا للمنتخب المصري في المنطقة الشاطئية وسط الأجواء الجميلة لمدينة العالمين الجديدة وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الأجواء صباحا ومساءا في المدينة التي لا تدام وهي مدينة العالمين الجديدة صحيح محمود كل التفصيلة في مهرجان العالمين مدروسة ومنظمة ومبهرة في كل أحوالها شكرا جزيلا زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر التقى عددا من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهين تجاه مختلف القضايا التي ترتبط بالقوات المسلحة التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتل المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا أن رجال المنطقة دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وألقى الفريق أول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات مشددا على أن الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والاستقرار للنهوض بالدولة المصرية مشيرا إلى أن أفراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل عناصر لنيل شرف خدمة الوطن مضيفا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالإضافة إلى أي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية وفي سياق متصل قام الفريق أول عبد المجيد سخر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أشار إلى نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار الثلاثين عاما الماضية أوضح التقرير أنه في الفترة من ألف وتسعمائة وستة وتسعين إلى عشرين اثنين وعشرين ارتفعت الواردات السنوية من خمسة عشر مليار دولار لتصل إلى أربعة وستين مليار دولار وأشار التقرير إلى هيمنة أمريكا وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية فيما كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في العالم فمنت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط البيانة الختمية الصادرة عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظ مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيجيريا أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية إصلاح الهيطة للمالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية لافتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور ورئيس هيئة الدواء المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الدواء المصرية أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لوضع رؤية شاملة تهدف إلى تطوير دور الصيدلي المصري وتعزيز مكانته كركيزة أساسية في النظام الصحي لافتا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعة كما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة استقبلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عددا من أعضاء مدلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة التقت الوزيرة النائب ضياء داود لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخلجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات كما استقبلت أيضا وزيرة البيئة النائب دينا عبد الكريم لتناول اللقاء أهمية تجدير الأحياء السكنية وتطرقت وزيرة البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مشيرة إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات تبيرة على مدار السنوات الماضية تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظة بن سويف استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعها وتعمل المراكز التكنولوجية على استقبال ملفات التصالح وعلى آلية التعامل مع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ورفعها وتسجيلها على المنظومة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة بن سويف استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقاً للقانون الجديد منظمة التصالح من أهم الخطوات التي أمت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية علشان خطر تحل أزمة كبيرة وهي أزمة المساكن المخالفة واللي بالفعل الدولة أصدرت قرار خلال السنوات الماضية وكان فيه موجة أولى من تقديم هذه الطلبات ولكن طبعاً دلوقتي الدولة أدرت أنها تعدل في بعض المشاكل التي ظهرت خلال التطبيق الأول للقانون ودلوقتي تم تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات التصالح وبندعو كل المواطنين أنهم يقبلوا خلال الأيام القليلة القادمة على تقديم طلباتهم للتصالح إن الإجراءات بالفعل بقت سهلة جداً وتعمل المراكز التكنولوجية على استقبال ملفات التصالح وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين ورفعها وتسجيلها على المنظومة حيث يتم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح والتوعية بأهداف القانون الجديد وأهميته في ضبط أعمال البناء وتحقيق السلامة الإنشائية والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع المركز التكنولوجي المركز ودي بن سويف شغال على 74 معاملة في جميع الطلبات وأخيراً شهدت البيانات الخاصة بقانون التصالح 187 لسنة 2023 بتقديم أوضاع التصالح على مستوى الجمهورية أنا جيت هنا دخلت خط الرقم وعملت المصالحة الناس هنا استقبؤوا الاستقبال كويس وخلصوا للورق وخلصوا كل حاجة عشان بعد كده يجي يعمل ورق ولا يعمل حاجة هنا ما فيش أي كلام يعني أنا جيت الصبحة دخلت خط رقم وفتع الشباك وعملت المعاملة بتحتي والخدمة هنا كويسة جداً والناس يعني بتساعدنا وسهلوا على الناس كتير جداً المركز التكنولوجي سهل على الناس كتير جداً وتستهدف الحكومة توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وإمكانات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني لزيادة استثماراته في مصر ومواجهة أي التحديات قد تواده المستثمرين اليابانيين في السوق المصرية مشيداً بالتجربة الاستثمارية اليابانية في مصر والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط القاهرة وتقيوم أكد وزير المالية أحمد كوجك التطلع إلى تعميق الشركات التنموية مع الجانب الياباني في قطعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر وفي أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي قال الوزير إن المدارس والجامعة اليابانية ومتر الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة هي نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني فضلاً عن طرحي مصر لأول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري الأمينة العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا الشيخ والد صالح على هامش أعمال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المقرمة خلال اللقاء أشهد الأزهري بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا مؤكداً فتح قنوات التواصل الدائم مع الأشقاء في موريتانيا ومن جانبه أعرب والتصالح على اعتزاز أبناء بلاده بمصر وأزهرها الشريف وعلمائها وتاريخها المشرف في خدمة الإسلام والمسلمين إن عقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية للصودة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي عشرين ثلاثة وعشرين كما تم نعقاد الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهمي الشركة وذلك نظرا لعوامل الجذب التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة في مصر وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا تلقى وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم تقريرا حول موقف منظومة الشكاوى بالوزارة وأوضح التقرير أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرأي بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو 2024 بلغت 95.27% بينما انتهت الوزارة من بحث ودراسة 2270 الشكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2024 أوضح التقرير أن محافظات البحيرة والدقاهلية وبني سويف وقفر الشيخ جاءت على رأس المحافظات التي تم حسم الشكاوى بها وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة ولا يتبقى بها إلا تذكرة بأبرز العلوي الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد أن الوضع في الشرق يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلى صوت الحكمة الرئيس السيسي يكتمع مع وزير الخارجية لاستعراض تقرير التنفيذي الثاني لإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويوده بموصلة تنفيذ برامج رفع مستوى الوعي بالحقوق والوالبات مصدر رفع المستوى يؤكد أن ما يتردد حول وجود أنفاق عامل بين مصر وغزة هو هروب إسرائيلي من الإخفاق في القطاع نهاية نشرتنا شكرا للمتابعة ودونتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر